اشتركوا في القناة من هذه الاكاديمية العريقة وعلى النتائج المشرفة التي حققتها مشهيدا حفظه الله بالجهود المثمرة التي بذلتها خلال فترة دراستها موري بن جلالته عن الاعتزاز بان تكون الشيخ عايشة بن تراشد اول فتاة بحرينية تتخرج من هذه الاكاديمية العريقة ما يبعث على الاعتزاز والفخر بعطاء المرأة البحرينية وما تتمتع به من روح العزيمة والاسرار لتحقيق افضل المراتب والمستويات في مختلف مواقع العمل خدمة لوطنها متمني ان جلالته للشيخ عايشة دوام التوفيق والسداد كما نوها جلالة العاهل المفدة بحرص ابناء مملكة البحرين على التحصيل العلمي الاكاديمي والعسكري لخدمة وطنهم ومجتمعهم مشهيدا جلالته بعراقة اكاديمية ساند هيرس العسكرية الملكية بالمملكة المتحدة وما تقدمه من برامج ومناهج في مختلف العلوم العسكرية مشهيدا جلالته بالتعاون الوثيقي بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة في مختلف المجالات وقد تفضل جلالة الملك المفدة تفضل بمنح الشيخ عايشة بن تراشد الخليفة ويسام الكفاءة تقديرا لجهودها وما حققته من نتائج طيبة في تحصيلها العلمية وقد شد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر باللفتة الملكية السامية الرفيعة بمنح حفيدة سموه ويسام الكفاءة وهو دفعة تقديرية ومحفزة ويسام فخر واعتزاز لأنه يعكس الحرص الملكي السامي على دعم وتشجيع أبناء الوطن برجاله ونساءه في خوض التحديات وأثبات الجدارة والقدرة في كافة المجالات والميادين معربا سموه عن خلص الشكر والامتنان لصاحب الجلالة الملك المفدى على ما يبديه جلالته من دعم ومصاندة لشباب الوطن وشاباته من أجل رفعة شان وطنهم معكدا سموه أن هذا الوسام تقديرا ملكيا كبيرا لجدارة وكفاءة الشيخ عايشة من تراشد في خوض المجال العسكري بتخرجها كأول بحرينية من كلية سانت هيرس العسكرية وأبراز وجه المرأة البحرينية وقدراتها في هذا المجال العسكري ونهذه ثقة الملكية الغالية ستكون حافزا للمزيد من الحرص على أدائها وغيرها من الشباب للحرص على أداء رسالتهم وأشعرهم بالمسؤولية للدور المنطبهم في خدمة البحرين بظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى فيما رفعت الشيخ عايشة أسماء آيات الشكر وعظيم التقدير والأمتنان إلى المقام السامي إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى لدعم جلالته وتشجيعه لأبناء مملكة البحرين دعيتان الله أن يحفظ جلالته ويرعاه ويمتعه بمفور الصحة والسعادة لمعاصلة قيادة مسيرة الخير والعطاء في هذا الوطن العزيز ترجمة نانسي قنقر